مرحبا بكم حبايبي برج الدلو قراءة او توقعات بشكل عام رح نشوف اول شي طاقطت هاي الفترة كيف حتكون برج الدلو كتير عشت تحديات يمكن بالاشهر الماضية ولكن انا بشوف لك من فترة صغيرة يعني يمكن من الشهر الماضي بلشت يمكن الامور تحلو على ما اظن كمثل القراءة او بلشت انت تغير نفسيتك يمكن فطاقة كيف حتكون هادا الشهر اه هادا هادا الشهر رح يكون مليء بالخلينا نقول النعم مش امنيات في في اموال في شغلات رح توصلك هدايا يمكن ممكن على المدى المدى المعنوي ممكن نحسبها انه اه كمان هادا الكرت بشوفه كتير عاطفي في امنيات بالحب رح تتحقق انت رح تركز اساسا على الجانب العاطفي هذه الفترة لا اراديا عم بيظهر لك اما شخص جديد او شخص قديم عم بتكون مركز على هذا الموضوع هذا الشخص رح يكون يعني خلينا سوري خلينا نحكي انه شخص مميز شخص ايلك فترة ما التقيت بحدا مثله عم بتعيش مشاعر جديدة ما عشتها من قبل بيسا خلينا نشوف شو الوضع الفترة الجاي بشكل عام اه وراء كتير حلو اه عم بشوف في اه في موضوع عملية في اه لانه طلعوا وراء بعض كمان في اشخاص انت كنت معاهم على خلاف هدول اشخاص على الاغلب من ابراج هوائية او ترابية اه عم بتكون اه وممكن مائية على فكرة بقوة اه ممكن تكون هدول الاشخاص بابولك نوع من الارق من التخويف قوافوك اه او يمكن افقدوك الامان انك تعطي امان الاشخاص اه تانين اه دخلتوا مع معركة انت وهذا الشخص او هدول الاشخاص خلينا نقول شخص اه دخلت اه معركة كان هو خسران انت خسران فيها التنين اه عم ولكن بشوف اه تنين يعني ما فيك كره او بوض بناتهم يعني انا بشوف هاد المشاكل عم بتكون اه بلا يعني ما الها داعي او امور صغيرة عم تكبر اه بدون اي اه سبب يذكر اه عم بشوفك من بعد هذا الموضوع تعرضت لارق لتعب لانطوائية معينة سببت لك ممكن اه مسألة صحية او اه بالاساس انت عندك يمكن مشكلة عضوية او اه صحية فعم بشوفك اه على سرير الشفاء يعني اه عم تستشفي من هذا الموضوع وممكن يكون طاقة سلبية انت اه اه اتعرضت لها اه خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى الطاقات في ميزان في تور في اسد قوس اه في اه هدول اكتر شيء اه في عنا الابراج الترابية مبينة الهوائية كتير. الترابية طبعا فضيعة كتيرة. ما اي موجود. اه فخلينا نرجع لموضوعنا صارت اه مشكلة كبيرة صارت فضيحة صارت خلينا نقول يمكن محكمة يمكن شغلة كبيرة صارت عندك يا دلو اه حبيبي بعدين من بعدها يعني او رح تصير عندك اه هاي المحكمة لكن على نجاح انت اه معاك خلينا نقول جميع المؤهلات او جميع القوة لحتى تكون عندك نجاح بهذا اه الموضوع. عم بشوف فيه فرصة اه حمل بالنسبة اه 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 قدلوا ان كان نساء ادلوا او رجال ادلوا فيه نسائهم عندهم اه فرصة اه حمل قوية جدا صاهرة بكارتين. اه اه في اه 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 نجاح للأولاد نجاح للاطفال فيه سعادة للازواج. عم تتجدد اه هاي المشاكل طبعا ممكن تكون في العمل وممكن تكون في الصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اذا كانت بالعمل فهو شخص او اكتر من شخص ولكن بعديها طوالي في انتصار على هذا الشخص في هاي الفترة اذا كان على الشكل على الصعيد العاطفي فانا شايفة انه هذا الشخص سبب لك كتير ازال سبب لك كتير مشاكل منوشات حتى هو نفسه عنده مشاكل ايضا مع الاخرين سبب لك طعن ممكن يكون علاقة ثالثة او غدر من نوع معين ولكن شايفتك عم تشغل حالة بالشغل اكتر بشكل عام عم بشوفكم تشتاؤوا لبعض بشكل فظيع ولكن كلكم يعني انت ويا عم بتكابروا ما حدا راضي انه يرجع للتاني بسبب المشكلة يمكن الكبير اللي صارت او الطلاق ممكن يكون هذا الكرت يعني بشوفه شي كبير فبشكل عام بشوف الورق مبشر بالخير ولكن مع شوية تحزير يعني مع شوية تحزير من اي امور ما نحاول نكبر الامور نحاول نمشي المواضيع ما نحاول ندقق او نكبر المشاكل وخاصة في العمل شايفي فرصة عمل حلوة جديدة للاشخاص اللي ما بيشتغلوا من برج قدلوا خلينا نشوف اكتر على العاطفة او في رجوع لمشاعر كانت خلص ماتت او وانتهت في كان بالماضي في علاقة سلاتية في طرف ثالث كان ممكن يكون ام الشريك ممكن يكون اخت الشريك في انتة بالموضوع كانت داخلة اه تخرب هون اه حتى بتحاول كانت تعمل اه شغلات يعني اللي هو اه اي شي يطلع بيدها تحكي تعمل شغلات اه ما بعرف بس اه شايفة في اه زي ما بيقوله فشل اه عندها في هذا الموضوع لانه كل كروتك جميعها ايجابية اه عاطفية بشكل فاصيع جدا اه شايفة انه يعني مارف اه في في اقدام او في اه اقبال من الطرفين على العلاقة اه شايفة انه ممكن تبنوا بيت ممكن تعملوا بيت اه شايفة في طبخة زاكية يعني ممكن تطفقها للحبيب او العكس القراءة ممكن تكون عكسية شايف استشفاء من بعض الأمور اللي كانت مزعليتكم بينكم بين بعض الكلام الجارح اللي سببتوه لبعض فيه إعادة يعني فيه تصفية أمور فيه تصفية حسابات فيه أعدة فيه ترتيبات عم بتسير شايف هدول الأشخاص اللي من برجة دلو شايف فيه عندهم زواج هاي الفترة أو خطوبة على الأقل شايف فيه تتويج لهاي العلاقة بشكل حلو بشكل سريع يعني من بعد ما كان بطء فيه كتير في الأمور شايف عندهم زي كان نهاية قبل فترة نهاية لموضوع نهاية اللي قلنا يمكن يكون طلاق زي قبل شوي أو شغلة ولكن شايف فيه زواج أيضا عندهم هاي الفترة فشي كتير حلو فيه ناس عم بالناس للناس اللي العزاب أيضا فيه شخص ممكن يكون مائي أو هوائي أكتر هذا الشخص أو من أي برج تاني يعني ممكن أنه يدخل حياتك تعطي فرصة من بعد محاولات منه لدخول حياتك عم تعطي فرصة وعم بيكون هذا هاي العلاقة يعني عم بتتوج بفترة أصيرة لزواج طيب خلينا نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم على شو عم بيركز أو شو ممكن تكون في عندك تراكمات أو شغلات أوه تحقيق لأمنية قديمة ومشيت أنت فترة عنها وخلص صارت ورا ظهرك إلها يمكن أكمن شهر يمكن لا مش أكمن سنة أكيد يعني بس أمني إلها أكمن شهر على الأكيد عم بشوفها عاطفية أكتر ممكن تكون عملية لكن أنا بقتنع إنه هذا الكرت عاطفي آآ ممكن إنها تتحقق إذن على الصعيد العاطفي خلينا نشوف إذا في تحذيرات آآ معينة لبرج الدلو أو مش أرط تحذير يعني أي كرت تاني آآ نفس الكرت اللي قبل شوي طلع آآ مثل دعوة أو نصيحة لتنظيف حياتك في أشخاص آآ مش وسخين يعني في أشخاص عم بيضيفوا طاقة سلبية لحياتك آآ عم يمكن يحسدوك يمكن أنت عم بتدخل حياتك أشخاص عطالعوا وعالنازلة يعني عم بتأمن للعالم آآ عم آآ فبيقول لك نظف حياتك شوي شوي نظف آآ المحيط اللي أنت فيه فيه أشخاص ما بيحبوكو أنت على علاقة منهم فبيقول لك هذا الكرت مثل تحذير بيقول لك إنه بعد هدول الأشخاص عن طريقك أو نظف آآ طريقك من هدول الأشخاص شوف إزا فيه نصيحة بيقول لك بليف الماجيك آآ كون مؤمن بالمعجزات وكأنه فيه معجزة رح تحصل لك ونالك قبل شوي فيه أمني رح تحصل لك فبيقول لك بس آمن بالمعجزات ما تضلك تحكي إنه لا أنا حاصلي مش آآ تمام لا لا أنا كل هذا التوقعات هيكذب آآ الأمور كلها لا مش هيك مش صح كل حياتي أنا مش تمام مش عارف ما تحكي هاي الشغلات بيقول لك بس آمن بالمعجزات وإنت رح تشوفها فالمطلوب منك بس إنك تتآمن يعني بس البليف خلينا نشوف كمان آآ هم بيقول لك هاد الشهر رح آآ تدخل متل آآ مغامرة يمكن مع شخص الجديد على المستوى العاطفي آآ المهم رح تدخل مغامرة مو ممكن تكون كمان على الصعيد المهني أنت داخل مغامرة أو آآ شي فبيقول لك عيشها بكل تفاصيلها آآ آآ انبسط عيش المغامرة عيش آآ ممكن تكون على فكرة ترب أو رحلة أنت طالع فيها مسافر فيها شايف في سفر آآ عندك يمكن لداعي آآ آآ سفر للسياحة للأمور هاي فبيقول لك بس إنه عيش اللحظة عيش التفاصيل اللي كتير هتكون آآ حلوة آآ حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي و اشتركوا في القناة